السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة ستة تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الجدي لغاية الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة من مساء يوم الغد الخميس بتوقيت جرينج لا ينتقل بعدها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وستة وعشرين دقيقة عصر اليوم الأربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق والإطلاف الأموال والحرية القمر الآن أو اليوم موجود في برج الجدي معناته اليوم إحنا منكون أكثر عقلاني ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وإلا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزحل وهاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها إلا إذا كانت اضطرارية الركبتين والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار يوم الغد بيبدأ الساعة 10.37 دقيقة مساء بتوقيت جرانتش وبينتهي الساعة 10.57 دقيقة مساء بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم الهلال عمره خمس أيام الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش نبدأ باليوم السادس نسبة الإضاءة نهاية اليوم 26% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21.11 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% القمر في الجدي حتى يوم 7.11 سعيد الآن بنسبة 10% ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 26.11 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% ساعات المساء المتأخرة سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 11.11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الأسد حتى يوم 16.12 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4.2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 30.1 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19.11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم تتركز جهودكم نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال عملكم أو في أي مجال أنت رائد فيه ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو كانت ضغوط كبيرة عليك حاول إنك تبرر عملك بطريقة واضحة بدون عصبية وتهور وإظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة أو صحبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب والإضطراب فما بنصحك اليوم بالعصبية والإنفعال والمغامرات والمجازفات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنه اليوم ما تجعل أي شيء يحبطك أو يحبط تقدمك بأي مسعى تطورات غنية بالفرص والفرص مناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمعن خواطرك نسبياً وهي فترة مناسبة للسفر لورشات العمل للأوراق القانونية أو المعاملات التي تتعلق بهجرة أو دراسة برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء إنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة كون مرن كون مبتسم كون لين وما تعصب ناقش بليوني ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرف أهم إشيه يعني مش إنك تناقش بس لمجرد النقاش وابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة عند البعض بدك تركزه بشكل جيد وما ترتجله لأنه الأجواء ضاغطة نسبيا القمر موجود مقابلك تماما طاقتك ضعيفة والمسؤوليات عليك اليوم كبيرة فعشان هيك بدك تكون هادئ جدا وتحاول إنك ما تنفعل وما تترك مجال للغير إنهم يعصبوك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم رغم إنه عندك قدرة عالية جدا لإنجاز قسم كبير من أعمالكم أهمش إنه ما تهملوا صحتكم هاي فترة جيدة على مستوى عمل جديد حاول إنك تكون أكثر انضباطا وتنظيما يعني بمعنى حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تشغل نفسك بأعمال مش ذات جدوى ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فبدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي بعضكم ممكن يكون فيه قلق بشأن أحد الزملاء بالعمل أو أحد الأصدقاء أو ممكن يكون فيه عمل جديد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم من الأيام المميزة لألكم بتشتد رغب تكون في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا اليوم مناسب لممارسة هواية نشاط فني ترفيه تقارب من الأحبة وأول أبناء أو أحد الوالدين وهذه الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن يعني يكون فيه هيك تتراجع عن قرار التخطب الفترة الأخيرة أو تندم على تصرف تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية اليوم لأنه كل شيء العلاقة بالبيت والعائلة هو محط اهتمامكم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن شوي تكون مضطرب أو مرهف الحس بها في بعض الأوقات حاول قدر الإمكان تكون مرن وما تهمل العائلة ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة بسبب انتقاد أو تصرف فبدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة اليوم أعمال وإنشغالات منزلية بالنسبة لموليد برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم اليوم اهتمامات بالإلكترونيات بالسيارات بالامتحانات بالمقابلات بالدورات بالتنقلات يعني بكل شيء هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة وبتتمتعه بسرعة بديها وخاطر وقدرها على الإقناع وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة وممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما الكواكب طبعا دعمتك خلال هذا اليوم باتجاه معين وهذا الاتجاه راح تحصل منه هدية دعم أو حل مسألة مالية أو تسهل كثير من المسائل اللي تتعلق بحياتك أهم مش إنه ما تسمح لأي شخص بإنه يغشك كون حريص على موالك وممتلكاتك وعزز وابعك المالي برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا إنكم تجدوا أي شيء جديد اليوم تتميزوا فيه وابحثوا عن أمر مميز إن كان بلباسكم بكلامكم بترفيهكم بالتواصل مع أشخاص مميزين بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات ويعتبر هذا اليوم فترة ممتازة إلك ادخل التنويع على حياتك الشخصية وفي هذا اليوم برضو انفراجات وتسوية برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو بتشعروا اليوم بالتعبنال منكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية نهاية يوم الغد وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم اخلدوا للراحة وحاولوا تعملوا بشكل روتيني لأنها هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء هدولة اليومين على خير وسلامة بدون ما تبادر بأي قرارات حاسمة ممكن تواجه ضغوط أو عرقيل أو امتحانات صعبة أو ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر فأهم إشي ضبط الأعصاب وما في داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك أو تتحمس للقاء الناس أو للتعارف أو ممكن اليوم يكون في حدث معين تكون أنت النجم فيه بعضكم ممكن يسافر أو ينضم لجمعية أو يهتم لشؤون أقارب الشريك الأهم أنك تحاول أنك اليوم وبكرة تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل انتقال القمر لدلوا بيت متعبك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء